أعزائي مشاهدي قناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة في أحد الموضوعات الجديدة التي تخص اليهودية حلقة اليوم ستتناناول موضوع الصلاة في اليهودية وهذه حلقة تعريف بالصلاة اليهودية وليست تعريفا شاملا ودقيقا ولكنه تعريفا عاما بالصلاة في اليهودية على أن نقدم مستقبلا تفاصيل أكثر حول كل جزء من هذه الشعر الصلاة التي تخص الصلاة لا يوجد في التناخ أو الكتاب المقدس أمر صريح بالصلاة ولكن الأحبار علماء اليهود استمتوا من كلمات التسني عشر عشرين الأمر بالصلاة الرب إلهك إياه تعبد فقد قدموا قراءة بأن التعبد تشير إلى الصلاة و هي العبادة هي خلاف القرابين فالآية تقول أنه يجب على الشخص بالإضافة إلى القرابين التي تقدم أنزاك في الهيكل يجب على الشخص أن يكون له عبادة خاصة والتي يفهم منها أنها الصلاة اليومية ورغم أنه لا يوجد أمر واضح بالصلاة ولكن الكتاب المقدس يسجل لنا أخبار عن قيام أفراد بصلاوات محددة فمن أشهرها وربما من أرواعها صلاة سليمان لدى تكريس الهيكل كما جاء في سفر الملوك الأول لصاح الثمينة وكذلك يحتوي المزامير على مجموعة صلاوات فردية وقد اتبرى كتاب المزامير كتابات صلاوات منذ عصر الهيكل الثاني بمعنى منذ اليهودية القديمة قبل الميلاد حتى إلى الآن وما زال كتاب المزامير هو كتابا ملهما للعبادة في اليهودية كما سجل الكتاب صلاة المرنم حسب المزامير سبع مرات يوميا يتحدث المرنم في المزمور 119 على أنه كان يصلي لله سبع مرات يوميا يقال سبع مرات في النهار سبحتك على أحكامك عدلك وصلاة دانيل أيضا سجلنا سفر دانيل كيف كان دانيل يصلي ثلاث مرات في بابل في اللغة العبرية كلمة صلاة تعني تفلة فماذا تعني بالعبرية تفلة تفلة وتجمع على تفلوت بمعنى الصلاة والصلوات هي تفلوت هي تشير إلى موجودة في سفر أشياء لصاح الأول وهذا العبارة التي تعني صلاة ولكن عندما ننظر إلى الأدب اليهودي نجد أنه أيضا استنبط اليهود عشر تسمية أخرى لكلمة صلاة بمعنى ليس فقط في الله نجد نجد ما يماثل مصطلح الصلاة عند الأحبار حوالي عشر مصطلحات أو عشر إبارات الصلاة اليهودي بالشكل الحالية تأسست قبل دمار الهيكل سنة سبعين ولكن العمل الجاد على تنظيمها وتعريفها بدأ سنة مية ميلادية بمعنى يوجد مصادر تتحدث عن صلاة جماعية قبل الهيكل ولكن الصلاة القوانين الصلاة وأشكال الصلاة وموعيد الصلاة بدأت تأخذ شكلها النهائي سنة حوالي مئة ميلادية ويعود الفضل الأكبر في تنظيم الشعائر اليهودية إلى جملائيل الثاني رئيس مدرسة في يفنى قربة وشليم ولذي كان أنا ذاك رئيس اليهود وقد حددت الشعائر التي وضعها أو قنوانها جملائيل شكل وتفاصيل كثيرا من الصلاة اليهودية إلى اليوم سواء في الكنس الإصلاحية أو في الكنس المحافظة أو الأرثوليكس ما هي أوقات الصلاة أو الخدمات الأساسية للصلاة ثمت ثلاثة صلوات أساسية في اليهودية وهي تقام غالبا في المجمع أو الكنيس ويمكن أن تقام أيضا الصلاة في أي مكان بمعنى الصلاة في اليهودية ليست محصورا في الكنيس ولكن يفضل الاشتراك دائما مع الجماعة والقيام بها في مكان العباد المشترك المجمع إذن في اليهودية توجد سلاس خدمات أو سلاس صلوات رئيسية الأولى صلاة الصباح تسمى بالأبرية الشخاريت الثانية صلاة مع بعض الظهر ويمكن أن نقول كأنها بالمصطلح الإسلامي صلاة العصر من خان والصلاة الثالثة هي المسائية مع عريف وتوجد صلاتين أو خدمتان إضافيتان في المناسبات تسمى الأولى المسافة الإضافية وهي تقام في أيام السبت والأعياد ولدينا خدمة إضافية أيضا في يوم الغفرة تسمى النائلة ينظر للصلاة على أنه شاركة بين الفرد والله وبالتالي قلنا أنه صحيح أنه يستحب أن تقام دائما في أماكن عبادة جماعية ولكن بالوسع القيام بها بسهولة في أي مكان سواء داخل الكنيس أو خارج الكنيس في أي مكان ولكن إن ذهب الشخص لحضور صلاة الجماعية صلاة الجماعة في مجمع أو في أي مكان فيشترط أن يكون ثم تحد أدنى لعدد المصليين ويسمى في العبرية من يان أي نصاب ويشترط القانون اليهودي على أنه لكي يجوز إقامة الصلاة الجماعية فيجب أن يتوفر عشرة رجال بالغين حسب التقاليد أي بمعنى عشرة رجال الذكور فوق السن 13 سنة واليوم بدأت كنائس الإصلاحية تنظر أنه يمكن أيضا للنساء أن يضيفوا العدد إلى النصاب بمعنى في الماضي وإلى اليوم كان لدى المحافزون اتجاه يقول أن الصلاة الحد الأدنى عشرة من الرجال اليوم بدأت الكنس الإصلاحية تقول أنه يمكن أن نضيف إليها النساء هذه الصلاة لا يوجد شرط للشخص الذي يقود الصلاة في اليهودية أي شخص يتجوز سن 13 سنة ويقدر على قراءة التوراة بيمكن أن يقود الصلاة وإذا كانت الصلاة للنساء أي فتاة فوق سن 12 سنة وقادر على هذه المهام أيضا بيمكن أن تقود الصلاة بين النساء لو قلنا أننا لدينا الصلاة ما هي التفاصيل الأساسية في الصلاة بمعنى مما تتكون الصلاة تتكون الصلاة في اليهود إجمالا من صلاتين أو كل خدمة صلاة نفرض صباح أو مساء أو ظهر لها جزءا أساسيا الجزء الأول هو صلاة إسماعي إسرائيل شماع إسرائيل وهي مؤلفة من ثلاثة نصوص كتابية أشرنا إليها في الماضي في إحدى الحلقات الأولى وسوف أكيد نتطرق إليها في المستقبل بتفاصيل أخرى والجزء الثاني في أي خدمة عبادة أو أي صلاة جماعية بإضافة إلى إشماع إسرائيل لدينا أيضا شمونة عسرية بمعنى ثماني عشر أو هي أيضا تسمى صلاة عميدة إذن الصلاة في اليهودية نميزة بالشخص للقيام بصلاة الجماعة فيوجد جزءا رئيسيا صلاة إشماع إسرائيل زائد شمونة عسرية وكل طبعا صلاة إلى تفاصيل صغيرة مختلفة رح نتطرق بيش سريعا إلى التفاصيل العام لكل صلاة الصلاة الصباحية شخاريت صلاة الشخاريت هي تقام يوميا في الكنس كل أيام الأسبوع والسبت والآياد وهي تتألف من قراءات كتابية من الكتاب المقدس ودراسة أرزاء من الصباح دائما عند الصباح لدينا يبدأ الخدمة في الصلاة تسمى بركات الفجر أي خدمة خاصة تصلي صلاة شكر لبداية اليوم في حياة الإنسان وهي صلاة على المعجزات البسيطة مثل القدر على النهوض من السرير اللبس المشي وعلى وجود شعب إسرائيل في هذه الصلاة أيضا نحن لدينا جدل مباركة محل جدل بخصوص الصلاة الصباحية أيضا بخصوص عبارة سوف نتحدث عنها في حلقات قادمة هذه المواضيع الجدلية بين التفاصيل الشاعر بين الصلوات الصلاة الثانية هي صلاة ما بعد الظهر وهي قدمة قصيرة جدا وأسمى مشتق من خاء قديما من قدمة تقدمة الهيكل وهي أيضا بسيطة تبدأ بالمزمور 145 ويأتي بعدها صلاة قديش قصيرة ثم عميدة أو شمون عسري الصلاة الأخيرة هي صلاة المساء مع غيف وهي بشكل رئيسي مباركة أو دعوة للصلاة ثم صلاة شمع إسرائيل ثم صلاة عميدة أو شمون عسري هذه العناصر الأساسية للصلاة في آل يهودية التفاصيل الصلوات في الحقيقة هي دائما حتى تحتاج أن نخصص في المستقبل كل مرة حلقة لخدمة مع معينة وصلاة معينة للحديث عنها حلقة اليوم انتهت لتقديم صورة عامة جدا على الخدمات الأساسية في الصلاة اليهودية ونلاحظ أنه فعلا فيه تشبه مع معينة ربما يكون لا نقول في الصلاة مع الإسلامية ولكن يوجد أساس ما مشابه أنه يوجد دائما صباح والظهر ومساء وهذه الخدمات الأساسية ولكن الصلاة في اليهودية أكثر تعقيدا لأنها مكونة من تفاصيل أكثر ولهذا السبب في الحلقات القادمة في المستقبل سوف نتناول أو نأخذ كل مرة شعيرة من ضمن هذا الشعر لنتحدث عنها حلقة اليوم انتهت وشكرا جزيلا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة